أكتر كلمة اتكررت على مدى الخمس أو ست أيام اللي فاتوا خلال الكاميوم اللي فاتوا من يوم الجمعة بالزبط هو كلمة اليمين المتطرف في العالم هو يعني يمين متطرف ده لحضرتك أو حضرتك ممكن تكونوا بتسمعوها لو أنتوا مهتمين بالسياسة ممكن تبقوا متعودين عليها أو عارفين سمتها ومعالمها أو شرح ليها لو أنتوا مش متابعين عايزين تفهموا إيه موضوع اليمين المتطرف ده على طول متعودين على كلمة الإسلاموفوبيا ودي موجة ممكن تبقى ضد الجاليات أو المواطنين اللي من أجيال مختلفة ومهاجرين لمجتمعات غربية وبينتموا في الأساس للمجتمعات والدول والشعوب الإسلامية سبب هو الجريمة اللي حصلت في بلد تعتبر بلد منسية بالنسبة للعالم بلد فيها النموذج اللطيف الإيجابي كاملاً اللي هي نيوزيلندا تحت أستراليا بلد هدية بلد قائمة برضو على المهاجرين لكن مرة واحدة بقت هي قمة الأحداث بقت هي للغاية اللحظة اللي بكلم حضراتكم فيها دي الناس بتتابع رئيسة الوزراء الشابة الرائعة في الحقيقة وردود أفعالها تجاه حدسة قتل واحد في أواخر العشرينات من عمره دخل قرر أن ينهي حياة خمسين من المهاجرين المسلمين في نيوزيلندا خلال أداءهم للصلاة أو خلال تجمعهم لصلاة الجمعة في فرق مهم ما هنتابعه خلال المناقشة لازم أقول لحضراتكم عليه ما بين اليمين المتطرف والإسلاموفوبيا الإسلاموفوبيا حاجة واليمين المتطرف حاجة تانية والراجل ده وفقاً للمعلومات مش موجه أي نعم الضحايا كلهم القتلى كلهم الشهداء دول كلهم من المسلمين لكن الراجل ده بينتبه بقى للحكاية اليمين المتطرف لبكرها أي مهاجر هنعرف مع حضراتكم النهاردة كل المعلومات ونسأل الدكتور مصطفى عن يعني إيه اليمين المتطرف ده وإيه تأثيره علينا براحب بحرك معنا يا فان أهلا وسهلا في أي حاجة أنا قلتها في المقدمة تستدعي مش عايزة يعني اختلف معاك اختلاف بسيط فضل إذا سمحت لي فضل يعني طبعا فيه فارق بين الإسلاموفوبيا واليمين المتطرف لكن في الحادثة دي بالذات ما قدرش أقول إنه الإسلام مش مستهدف مستهدف أولا لأنه أشار إلى معركة كانت بين المسلمين وغير المسلمين صحيح ثانيا يعني منذ متى سمعنا عن استهداف مهاجرين عن استهداف مهاجرين بالقتل بهذه الطريقة إيه لم يكونوا عرب أو مسلمين حصل مثلا في أمريكا إنهم قتلوا مكسيك مهاجرين ما بيحصلش بفكرة الإسلام مقترنة في ذهنهم بفكرة العنف والتعدي على الآخرين هو واضح إنه هو شخصية مضطربة لأنه هو في المانيفستو اللي كتبه ده أو البيان اللي كتبه بيتكلم بيقوله أنا مش بتكلم عن الإسلام أنا بتكلم عن المهاجرين مسأله الأعلى المتطرف التاني اللي في النرويج من كام سنة دخل قاتل 75 شاب وشابة آه 2017 في السويد ها آه في النرويج سويد ولا النرويج نا بتعني النرويج ستوكول ستوكول بالسويد سويد يبقى أنا الغلطة السويد قاتل 75 75 دول كانوا من أديان مختلفة وجنسيات مختلفة مجرد أنهم برضو كانوا تجمع مهاجري خليني أستعرض محرج بالمناسبة دي المعلومات اللي نخاصة بي عشان الناس ببساطة كل مسلم مهاجر كل مسلم مهاجر ما هو المسلم مصففل وليس كل مهاجر مسلم آه صحيح فهو برايح دماغ هما الاتنين جايبة العينة مؤكدة مدام ده مسلم ببقى جاي مش من عندي موسيقى